ضربة كبرى من الداخلية المصرية لشخص استولى على 300 مليون جنيه من المواطنين والبنوك الناس في المحلة كانت بتتعامل مع واحد مشهور وطبعا طلع مستريح هو وأخوه الناس دي كانوا فاكرين انه هيشغل فلوسهم في مشاريع زي مزارع المواشي وتجارة الأدوية وكانوا بيوعدوهم بأرباح عالية كل ست شهور مستريح ده قدر يجمع حوالي 300 مليون جنيه من الناس ومن البنوك بس للأسف طلع انه نصب عليهم الموضوع اتعرف لما 18 شخص من أهالي الغربية قدموا بلغات رسمية ضد المستريح وأخوه للنصب عليهم بما بلغ وصلت لـ 25 مليون جنيه غير انهم كانوا مقدمين شيكات من غير رصيد بقيمة 10 مليون جنيه كمان الحمد لله الداخلية ورجال الشرطة قدروا يزبطوا الناس دي والنيابة العامة بدأت تحقق معاهم في التهم دي وطلبوا من الجهات المسؤولة قبض عليهم ومنعوهم من الصفر تضح كمان ان في ناس كتير مش متقدمين ببلغات رسمية على أمل انهم يستردوا فلوسهم بالتراضي نيابة العامة بقت متابعة القضية بتحاول تجمع كل الأدلة وتستمع لأقوال الناس اللي اتنصب عليهم والشهود عشان تجيب حق الناس دي في النهاية المستريح ده وأخوه بيواجهوا تهم كتير وكانوا بيدعوا انهم كانوا بيشتغلوا في مشاريع وهمية وكمان نصبوا على بنوك بمبالغ مالية كبيرة النيابة مستمرة في التحقيقات عشان تجيب حق الناس اللي اتنصب عليهم وتقدم المتهمين للعدالة